وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة حقيقة التوحيد معناه إذا أخلص وصف توحيده من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب وإن هفى هفوة بادر بالتوبة النصوح فمن كان كذلك فقد حقك توحيده الشأن كل الشأن أن يصبر على ذلك ويلازم ذلك ليلقى الله وهو على ذلك قبل أن يفتتن قد يرزق المرء الإخلاص وقوة التوحيد وتحقيق التوحيد لكن قد ينتكث يا ذنب الله لذلك إنما العمال بالخواتيم أن يكون هذا الأمر متصلا بأجله ويفارك الدنيا على ذلك قبل الانتكاث وقبل الإفتكان لذلك يقول عبد الله بن مسعود لتلاميذه استنوا بمن مات اقتدوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما يكون الإنسان الحي لا تؤمن عليه الفتنة للفتن أبواب يفتتن بالشهوات يفتتن بالشبهات يفتتن بالزعامة وحب الزعامة وحب الرئاسة وكثرة الأتباع الفتن أنواع من ثبته الله على تحقيق التوحيد إلى آخر أجله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب